مبارح النادي الأهلي أعلن عن زيارة كانت مهمة جداً إن شاء الله ستقام النهاردة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لمقر نادي الزمالك النهاردة بإذن الله تلبية للدعوة التي تلقوها من فترة كانت من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وزي ما قال الأهلي كده في بيان رسمي تحديداً خليني أقول لحضراتكم البيان بتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخاً للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهم العريقة على مر العصور والأجيال أضاف البيان كمان قال كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعقة الصحية للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي رحمة الله عليه ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل أضاف كمان بيان النادي خليني أقول لحضراتكم عن أو تكلم تحديداً قال العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المسرية دائماً حاضرة في كل زمان ومكان وكلهما بيحمل تقديراً كبيراً للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية ختم الأهلي كمان بيانوا خليني أقول لحضراتكم بين الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية اللي بتعقس يعني أواصر الحب والروح الطيبة بين الكائنات الرياضية الكبيرة التي تسهم أو بتسهم في دعم ومسندة كل المنتخبات الوطنية بنقول لحضراتكم وده كان نص البيان زي ما هو بالتوفيق إن شاء الله